لذلك المعادلة الحقيقية المراهنة الحالية لرئيس أردوغان والصعوبة أين؟ ليس في فوزه في الانتخابات الصعوبة في جعل حزبه يفوز بالأغلبية البرلمانية لذلك ماذا سيفعل أردوغان؟ سيبني تحالفات برلمانية مختلفة متى؟ نعم لدينا في المعارضة محافظون لن يستطيعوا إكمال مشروعهم مع المعارضة لدينا في المعارضة بعض الأحزاب التي أفرزت انشقاقات داخلية هؤلاء معترضون على قيادات حزبهم هؤلاء يمكنهم أن يبنوا تحالفات مع الرئيس أردوغان هذا يمكن مع الرئيس أردوغان ولكنها أحزاب صغيرة أستاذ بغض النظر حتى الأحزاب الصغيرة تفيد في الأمور البرلمانية حاليا حزب وطن اليساري بعيد أيديولوجيا جدا عن حزب العدالة لكنه مؤثر ويعارض ما يتم ترويج عنه عن ورقة الغاز يعني كل مشاريع حزب العدالة تقريبا غير يعني حتى وجهة نظر حزب العدالة تجاه الملف السوري تجاه النظام كلها بالعكس لكنه حليف سياسي محب كن مصطحة وكذلك يعني مثلا داود أغلو مثلا حتى حزب القومي مثلا كيف يجمع الحزب القومي مع حزب اليساري لا يجتمعا حتى وإن حاولوا يعني الطاولة السوداسية حاليا خرجت فيها صغرات كبيرة حتى قبل طرح مرشحين يعني حتى على المرشح مختلفين فكيف على مشروع إدارة الدولة لذلك لا يمكن القيام بذلك الرئيس أردوغان يدرك كيف يدير هذه الأمور هو صاحب تجربة هو صاحب تجربة وليس تجربة بسيطة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر